السلام أحبابي تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنتمنى لكم التسخير من الله سبحانه وتعالى وتنتمنى الله سبحانه وتعالى يحقق لكم جيع الأمني بحقي محمد وآل محمد سوف نضع الوصفة التي ستدرها على نية التسخير تسخير أي حاجة عندي أي حاجة مع القلاب حياتي توسخة رائعة غير بجوج عشوب من عند العطار عطار يكون قبلي أو ما عندكم عطار قبلي غالتدروا أي عطار ولكن لبغي الزواج بغي تسخير في العمل تسخير في القبول تسخير في الدراسة تسخير في الإنجاب تسخير في المال تسخير في أي حاجة هذا الوصفة مجربة مني ولكن هتحاولوا أنكم تدروها بطريقة ولكن تكونوا على وضوء لأنك ان شاء الله بحول الله وقواته غالتديرها عالمية اللي يبغيتي أو تحط النوايا اللي يبغيتي كان المرأة اللي عندها أولادها بدون عمل تحطها الصغار على حصر الأولاد ديالة ولو ما يكونوش حاضرين وليكون بعيد ولا قريب عندك بنتك بدون زواج نحطها تهية معايا في الخاطر ديالي وندكر اسم ديالة لأنك غادي تبدأ يتقرأي وانتي تدعي مع الأبناء ديالك انتي تدعي مع الأبناء ديالك وتتدكري الأبناء ديالك بالأسماء ديالهم إذن اسمك واسم الابن ديالك اللهم سخر ليه جنود الأرض والسماء يكونوا له عون ومعين في كل الأمور نتخر لكم جنود الأرض والسماء يكونوا لكم عون ومعين في كل الأمور إذن احنا تنسى عنو الخالق أما العشوب ديال الله صفا وتعالى ولكن كي ننشع عشوب اللتي تطردوا الموانع لأن تتخدمي طاقة البخور تحرقوه بعد الحويج اللي تكونوا دخلوه على طريق الحسد والعين والسحر المشموم إذن خاصك تقدير الدخان باش تحرق هذو التوابع اللي عندك بالبيت إذن الحرق هو أنك تحرق التوابع اللي عندك بالبيت موقف اللي تحالك حل ولادك حالك نتية حل المصير ديال الفلوس اللي ما عندك دائما عندك الفلوس دائما تتحسي براسك ما عندكش النقود إذن إلا أبغيت ندير هذا التسخير خاسني نحاول نديره على نيات على نية اللي بغيت نقدر نحضر أي نية عندي عندي مشاكل في البيت ديما نستعب المشاكل غادي نحضر هذك المشاكل اللي عندي في الخاطر ديالي غادي إن شاء الله عندي ما عنديش درية غادي نحضر الخاطر ديالي اللهم لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين اللهم لا تجعلني فردا وأنت خير الوارثين غادي نذكر دعاء ديلي ولكن الصغر غادي نقولها لكم دابا وغادي تحضرها لأنها رائعة وأكثر من رائعة ومجربة مني للتصغير أي حاجة أبغيته إذن صليوا كاملين على سيد الخلق وخلوا لنا بتعليقات واش ربي فرحكم وفرحنا يا ربي وشفيكم وشفينا يا رب العالمين إذن اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة إذن عندنا أم الناس يلحنين عليكم الناس جيب لي الزهر وميمون جيب لي الرزق بإذن الله الواحد أم الناس تكون حرة هذي رمزيانة أم الناس يلحنين عليكم الناس جيب لي الزهري من كل من كل درب ومن كل ناس إذن الناس اللي بغين تصغير المال الناس اللي بغين تصغير الدراسة دكرة الدراسة بيتي الزواج دكرة الزواج بيتي الطاقة الإيجابية في البيت الفرح يدخل العتبة لا يعني الجزة أستحيل هذا هو عالم الفرح يتم إظهار الخزامة الزرقاء التي تحتاجها من التوابع أي صفقة تحيض المنحسية اللي ستكون في البيت. اذا بغينا انطهروا البيت من التوابع. خذنا السبحة. اي السبحة عندك. وغدي انسبح بهالطريقة اللي غدي يعطيكم مع صورة وحدة صغيرة قاصرة. ولكن القوة لها سبحان الله مع الدكر مع الصلاة على الحبيب. غدي تعطيكم محطاقة ايجابية. لان هذه الوسرة احنا كلها عام سنديروها. وسبحان الله الخير ما يخطاكش من البيت. وتصغير على امور. واندك بغيتيه يروح لأي مكان يسافر تسرح ليه فيزا. غديكون ان شاء الله مجبور الخاطر في كل الامور. اذا ام الناس غدي ناخد. غدي ناخد ان شاء الله. غدي ناخد الخزامة. الزرقة. الخزامة الزرقة هي تكون جديدة. كين الزرقة او كينها واحد لون اخضر. فيها الزرق والخضر. اذا اخدوها جيدة. اقولوا الخزامة. الخزامة الزرقة الجيدة. عندنا ام الناس. كين الناس اللي ما عندوش ام الناس. اللي في الدول العربية. ما تعرفوش ام الناس. اتخدو المرة. اتخدو المرة او لوبان الذكر اذا ما عندكمش هاد ام الناس لانا تحطو لي بالتعليقات يقول لنا ما عديش ام الناس او ما تعرفوهاش بالاسم ديالها ديالكم اذا الناس اللي ما عندهمش ام الناس يديروا المرة او يديروا يديروا لوبان الذكر لوبان الذكر رات طاقة دياله بحل ام الناس هو اقوى من ام الناس اذا اللي ما عندوش غادي يدير غير الخزامة ويديرها بطريقة ويضيف لها بخور طيب يضيف لها لوبان تذكر ما عندوش المرة غادي يدير بخور طيب أي بخور عندك ولو تشري من عند العطار رخيص جدا هتحطيه مع الخزامة إذن الخزامة الخزامة غايتشديها التحنيها جيدا غايتتحني أم والناس ترديهم بودرة بغيت تضيفي بخور طيب ضيفي بخور طيب معها الناس اللي ما عندو مشاتش يديروا البخور طيب وغادي نديرها غادي نقرع لها عادي نديرها كويرات غادي تخلطها بماء الزهر غادي نديرها كويرات بعد ما تقرع لها هات القراءة غادي ناخد السبحة بحلكة غادي ناخد السبحة وغادي نقرع البسملة الشريفة بسم الله 19 مرة ونصلي على سيد الخلق سبعين مرة غادي تقرع البسملة 19 مرة بسم الله الرحمن الرحيم وغادي تصلي على سيد الخلق سبعين مرة ولكن غايتوقفي وتقرعي الفاتحة سبع مرات وغادي تبدي تقرعي سبعين مرة صورة الشرح صورة الشرح سبعين مرة وغالية نفسي وممتدى الدكري الوقت لسوقفي في النفس دوري حاجة ديالك اللهم بحقي صورة الشرح وما فيها من أسرار أن تشرح صدورنا في زواج أو تشرح صدورنا في رزق أو تشرح صدورنا ويسر أمورنا في كل الأمور بحقي محمد وآل محمد إذن عدنا أم الناس الناس اللي ما عندهم الشران يقول لهم وشنو يديروا غادي تطحنوا كل شي وغادي تسرحوه بعد ما أنكم تقرأوا عليه 19 مرة البسمة الشريفة تصلي على سيد الخلق 70 مرة تقرأي 7 مرات الفاتحة الكتاب وصورة الشرح تقرأي صورة الشرح بعد ما تبدأي بالبسمة الشريفة 19 مرة وتصلي على سيد الخلق 70 مرة وتقرأي الفاتحة 7 مرات وغادي تقرأي هذه الصورة 70 مرة صورة الشرح اللهم شرح لي صدري ويسر لأمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي صورة الشرح من أقوى من أقوى الصور لخطيرين في طرد التوابع وتسريح الأمور إنما العسر يسرى إذن الشرح الصدور يسر الأمور في العمل في الزواج في تصخير المال بأي حاجة تمنيتها الله سبحانه وتعالى غيريها لك وغيريك مبتغاك بإذن الله الواحد القهار إذن الناس اللي بغين هذه الوصفة غادي حاولوا يكونوا على طهرة بعد ما تقرأي لها غادي تصلي ركعتين لاستخارة الأمر وغادي تديرها كويرات تديرها كويرات صغار وغادي تبقى تبخري ثلاث أيام ولكن هذه ثلاث أيام في الأسبوع غادي تبخري في الأوقات الآدان الظهر الآدان العصر الآدان المغرب ثلاث أوقات مع ثلاث أيام ثلاث أيام مع ثلاث أوقات ثلاث أوقات كل يوم انبخر ثلاث أيام كل وقت كل يوم انبخر ثلاث أوقات الظهر عصر مغرب للمال للزواج لتصخير الوظيفة لتصخير العلاقات لتصخير الإنجاب المرأة اللي بغى تتبخر بها ويجيوا عن بغاية الوليدات تتبخر من بعد العادة الشهرية تقاف هذه كسفورة تحيي الملابس الداخلية وتتبخر مزيان لأن الله سبحانه وتعالى غيشرح لها صدرها في كل الأمور وغادي تختمي بالصلاة على سيد الخلق بعدما قريتي هذه القراءة سبعين مرة صورة الشرح وغادي تختمي بالصلاة على الحبيب سبعين مرة وتختمي بالبسملة ساعتاشر مرة إذن ربما نكون وصلت لكم هذه الصغر رباني الصغر رائع الصغر مهما قلت لكم ما قلت لكم ما قلت لكم ما قلت لكم ما قلت لكم امتاح تتجربها وغادي سبحانه الله هذه الوصفة تغير حياتك وغادي تحسي براسك بأنك بديتي واحد طاقة إيجابية حيتي الموانئ حيتي النحس حيتي تتابع سخرتي جنود الأرض والسماء بصورة الشرح لأن صورة الشرح فيها واحد الآية إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ربي سبحانه وتعالى أي حاجة متعسرها غادي يسرها لك وغادي يفتح لك باب الرزق وغادي يعطيك سؤالك في كل العمور إذن بغيت التصغير ديريها الولدك اللي عزيز عليك ديريها البنتك اللي شتيها طوالت المدة ومخطف فيها التحد ديريها وبخري العتبة بخري البيت سبحان الله هذك الخزامة حاولي أنك يديري أدان العصر أدان المغرب وخا ولدك ما يكونش بخري لي غير الصورة دياله وزي الصورة وبخري بخري أولادك بنتك ما كناش خدامة تشتغل حاولي أنك يتبخري لها الصورة ديالها فوق المجمر أو لدرتي مقلات بخري الصورة ديالها ولكن ذك شي اللي تحرق حرقتي هذ شي را غادي تجمعيه وتلحيه في مكان عاشب إذن الوصفة ديالي دينا ورائعة وأكثر من رائعة غير خليمنا لايك ودعموا القناة وفعلوا الجرس وتأمنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته